برؤية مشاهدين الكرام هنتي وحضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع ليندت فضلية ليندت شكرا هدير الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدن رئيس عبدالفتاح السيسي الحادث الإرهابي بغربي سيناء وقال عبر صفختي على مواقع تواصل الاجتماعي إن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون النداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن وأكد رئيس السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب هذا وتقدم رئيس السيسي لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء متمنيا الشفاء العاجل للمصابين دعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها نعى اتحاد قبائل سيناء شهداء القوات المسلحة وأكد أن موكب الشهداء الأبطال من القوات المسلحة المصرية لا يزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على موصلة الطريق بجانب الجيش حتى القضاء على آخر إرهابي على أرض سيناء أدن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بالشدة الهجوم الإرهابية الذي استهدف مخطة مياه غرب سيناء وأكد أبو الغيت مجددا دعم جامعة الدول العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرار وصون أمنها كما أعرب أبو الغيت عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبدلها مصر من أجل مكافحة الإرهاب والصصال جذورها أدنت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء واستهدف عناصر من الجيش وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة على مدى عقودة كانت ولا تزال الشريك القوي لمصر في مواجهة الإرهاب في المنطقة وأعربت الولايات المتحدة عن عميق تعازيها للأسر التي فقدت أحباءها في هذا الهجوم الشنيع انطلقت المرحلة الثانية والأخيرة من تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية اللبنانية والتي تجرى في 48 دولة ويحق ل194348 ناخبا مغتربة التصويت في هذه المرحلة وذلك بدأ من السابع صباحا بتوقيت كل دولة حتى العاشرة مساء هذا وتضم الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المغتربين اللبنانيين المسجلين لمشاركة في الانتخابات وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين قد أجريت في عشر دول من بينها مصر وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو 59% بحسب وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية قال الرئيس الأوكراني فلعدمي زيلنسكي إن أكثر من 300 مدنية تم إنقاذهم من مجمع أزوفستال الصلب في ماريوبل وأضاف زيلنسكي أن السلطات تركز الآن على إجلاء المصابين والمسعفين إضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لكل سكان ماريوبل والبلدات المحيطة بها أعلنت بريطانيا أنها ستقدم ملياراً وثلاثمائة مليون جنيه استرليني أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدة لأوكرانيا يأتي ذلك قبل اجتماع مقرر عقده اليوم عبر الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع مع الرئيس الأوكراني فلعدمي زيلنسكي ويرفع هذا التعهد الجديد التزامات الإنفاق البريطانية السابقة المتعلقة بأوكرانيا إلى الضعف تقريباً هذا وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 4462 إصابة جديدة بفارس كورونا منها 329 إصابة ظهرت عليها أعراض وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في الصين إلى 219 625 حالة وأشرت اللجنة في بينها اليومي إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بالفارس مما يرفع خصيلة الوفايات إلى 5174 حالة أما رياضياً ففاز الأهلي على ضيفه وفاق الصيف الجزائري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور نصف نهائي لدور أبطال إفريقيا وأسجل رباعية الأهلي كل من بيرسي تاوب واقع هدفين وهدف لكل من طهر محمد طهر ومحمد شريفة هذا ومن المقرر إقامة مباراة الإياب السبت المقبل بالجزائر نهاية من مجزة ثمنة نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يواصر بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر